التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي التقى وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكنغو الديمقراطية جان بير بامبا تناول اللقاء أخرى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفراقية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد جانبير بن باجونبو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكنغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكستها على الامن والاستقرار داخل القارة الافريقية في ظل الظروف والتحديات الراهنة كذلك التفاهم حول زيادة اوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية الكنغولية والتي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بدعم افاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات العسكرية لكل الجانبين واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الافريقية مشيدا بما وصلت اليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كافة المجالات العسكرية من جانبه اعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكنغو الديمقراطية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين كما اثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الافريقية حضر اللقاء والجلسة الختمية الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين